أخيرا من فرنسا حيث قدم وزيراء العدل والشؤون الأوروبية استقالتهما من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية تحقيقات قضائية بحق أعضاء حزب الحركة الديمقراطية المنتمين إليه وقال وزير العدل فرانسوا بايرو الحليف الرئيسي لماكرون إنه قدم استقالته للرئيس وأنه لن يترشح مجددا للمنصب في إطار أي تعديل حكوميا مقبل وتأتي استقالة الوزيرين عقب يوم واحد من تقديم وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار استقالتها في إطار تحقيقات بتوظيفا وهمي لأعضاء من حزبها في البرلمان الأوروبي